طبعا احنا عايزين نتكلم بقى عن ملف تطوير العشوائيات. يعني الدولة طبعا قامت بموجود كبير جدا في تطوير العشوائيات وتعاون كمان في ملف حياة كريمة. اهم نقدر نقول مسلا اهم المشروعات اللي تمت في الفترة الاخيرة وخاصة كمان في ملف حياة كريمة. طبعا يعني المجهود ملف العشوائيات من الملفات اللي كانت صعبة جدا على الحكومات المتعاقبة انها تمد ايديها في. نعم. في اخر عشر سنين اه الحكومة المصرية مدت ايديها في المشروع ده. واشتغلت على ازالة المناطق الخطرة والغير امنة. نعم. بتلتمية وتسعين منطقة في الجمهورية بالكامل. تم تنفيذ تلتمية الف واحدة سكنية بديل عشوائيات. خلي بقى حرك بقى واحدة سكنية مؤسسة. مش بس واحدة سكنية فضية. لأ مؤسسة. يعني مش متشطبة بس. متشطبة ومفروشة. ومفروشة. لأهلين اللي كانوا في المناطق دي. عشان الناس بس اللي بتسعل يقولوا فين فلوس العالمين مش عارف ايه اه اه عشان بس. السؤال هو اه لوحده بيجيب الترتيب. بيجيب الترتيب. تمام. الدولة اشتغلت على ملف ده وحقق التنفيذ لو الناس تبصوا النهاردة على منطقة مزبيرو. نعم. على منطقة مجرى العيون. نعم. على منطقة مناطق كتير جدا بتعملت في مصر منطقة غتر عينق في اسكندرية هنا هنا في اماكن كتير جدا. كانت مناطق بتصنف عالميا مناطق ذات خطورة داهمة. نعم. يعني السكان اللي فيها معارضين للخطورة اليومية. 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 نعم. ده غير الفقر الشيط جدا في الخدمات مية وصرفه وخلافه. والخطورة على اهل المنطقة نفسها. نفسها طبعا اكيد. فالحمد الله تم تنفيذ تم اخلاق تلتمائي وتسعين منطقة او بنائس كان بديل ليهم. وتم تسليمه الاهلينة بشوء وحدات سكنية مخدومة بكل الخدمات اللي موجودة ومفلوش. ونركز كمان ان هي النشوة مش متشطبة بس. لأ دي كاملة. مظبوط. بتلاجتها بغسلتها بقواضها بصالونها صح كده? مظبوط وحصل وطبعا احنا دايما بننشر اه الوحدات دي ونعمل لقاءات مع الاهلين اللي عايشين في الاحاكن دي. نعم. عشان نوري حجم الانجاز اللي تم في الملف ده.